أكد سمو المقدم الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة أن العلاقات البحرانية البريطانية المتدة تستدد إلى أسس راسخة من العمل المشترك والشركة الاستراتيجية المتميزة التي تشهد على الدوام تقدما ونماء مستمرا على الصعودي كفا مشيرا سموه لما تحظى به العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من اهتمام مستمرا من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد على القوات المسلحة حفظه الله ورعاه ومتابعة مستمرا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد على القوات المسلحة رئيس مدس الوزراء حفظه الله لمؤسرة العمل على تعزيزها والدفع بها نحو أفاق أوسع جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع سعادة السيد أليستر لونغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين والسيد مارك أندريسون قائد العنصر البريطاني نائب قائد القوات البحرية المشتركة حيث أشار سموه إلى دور الهام الذي تطلع به المملكة المتحدة وجهودها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم ولفت سموه إلى ما وصل إليه التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من مستويات متقدمة في كافة المجالات خاصة العسكرية والدفاعية مؤكداً همية مواصلة البناء على ما تحقق من تنسيق وعمل المشترك بين البلدين الصديقين لم يحقق الأهداف والمصالح المشتركة وجرى خلال اللقاء استعراض أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر